تحياتي أسطورتنا محمد صلاح نجم كبير متألق أسطورة في الدورة الإنجليزية أسطورتنا العربية اللي بتلعب في برمير ليغ مع ليفاربول لها أيام كثير عظيمة أيام كثير أسعدات كل من يحبه وكل من يشجعه لكن اليوم في توب فايف اللي بتيجيكم مني أنا محمد عواد عبر قناة سيلفي سبورت كل يوم ثلاثاء رح نتكلم عن خمس مباريات صنعة فارغ كبير في مسيرة محمد صلاح ورح نتكلم عنها بالترتيب الزمني الرؤى على دور الأبطال 2013-2014 أول مباراة لجوزي مورينيو مع تشيلسي لبلوز بعد ما رجع من ريال مدريد وكانت أيضا أول مباراة لمحمد صلاح في دور الأبطال كان وقتها بيلعب مع بازل لسويسري الجمهور المصري كان مهتم باللاعب كان مهتم بأنه اليوم حيواجه مورينيو حيواجه تشيلسي لكن ما كان حدا عم يتوقع أنه بازل يهزم تشيلسي في الستامفورد بريج وهذا اللي حصل صلاح سجل الهدف الأول صلاح صنع مشاكل كبرى لواحد من أفضل الأذر اليسار في تاريخ البريمير ليج أشلي كول واضطر مورينيو في بعض الأوقات يرسل ويليان للجهة اليسرى عشان يسانده أمام محمد صلاح لأنه هزارد ما بيدافع كويس زي ما بنعرف من وقت هالناس بلشت تؤمن أكثر بأنه ممكن هذا اللاعب المصري اللي هزم تشيلسي في ملعبه وهزم مورينيو المتخصص في دور الأبطال أنا ذاك في ملعبه اثنين واحد ربما يروح كثير بعيد وللعلم صلاح ما خير بالظن لأنه بالقياب أيضا رجح هزم تشيلسي وسجل ونروح للمباراة الثانية في يورينتينا بيواجه يوبنتوس في كأس إيطاليا 2015 صلاح زي ما بنعرف انتقل بعد مباراة بازل الشهيرة أمام تشيلسي لتشيلسي نفسه لكن عانى كثير مع مورينيو والدكة وبعد ذلك استعاروا في يورينتينا كان في تراجع كبير لمحمد صلاح وبلشت تطلع الأصوات تحكي أيوه هذا مستوى هو في يورينتينا حتى جاءت مباراة الكأس مع يوفينتوس وكان اللقاء في تورينو وكان وقتها يوفينتوس من زي يوفينتوس الحال اللي بعاني كان وقتها اللي بيطلع متعادل معاه بيطلع فرحانه بيعمل احتفالات لكن صلاح رفض يعمل هيك سجل هدفين وهزم يوفينتوس في ملعبه وكان الجميع يعتقد أنه في يورينتينا حيوصل نهائي الكأس لكن اليوفي بالقياب طبعا عمره منتادة وفاز وتأهلوا لعب النهائي في الكأس وفاز بلقب الكأس بالنهائي لكن تلك المباراة وضحت لكثير ناس بإيطاليا أنه انتبهوا صلاح هز عرش يوفينتوس الذي لا يهز وقتها يوفينتوس اللي لعب بنفس الموسى نهائي دور الأبطال أمام برشلونة زي ما بنعرف هذه المباراة خلت روما يشتري عشان هيك هاي المباراة من المباراة المهمة اللي جعلت صلاح يتقدم خطوة في مسيرة المهنين 8 أكتوبر عام 2017 تاريخ مستحيل ينسى أي مصري لأنه تاريخ التأهل لكأس العالم بعد غياب طويل من سنة 1990 عقدي لازمت المنتخب اللي نيم أفريقيا من المغرب كان لقب وراء رقب أفريقي جيل ذهبي وما قدر روعك أس العالم فجاء الذهبي محمد صلاح وأخذ الفريق لكأس العالم والجميع بيذكر المباراة العاطفية عالية المشاعر مع الكونغو لوقتها بداية صلاح في الدورة الإنجليزية مع ليفربول كانت جيدة مسجل أربع أهداف وصانع اتنين لكن كان لسه التعامل معها على أنه لاعب مهم في ليفربول وليس اللاعب النجم الأول في ليفربول حتى جاءت مباراة الكونغو مصر بتتقدم ثم بتتعادل واحد واحد أو لقطة مستحيل ينساها أي مصري صلاح بيسقط بيبكي ثم بيتذكر أنه لا لا أنا مش وقت أني أسقط وأبكي أنا القائد هون فوقف فطالب الجميع بالدعم وطالب لعبته بالمحاولة وشاءت الأقدار تيجي ركل الجزاء في الدقيقة الأخيرة طب نفسي رهيب تاريخ 28 سنة كله بنحط على أكتاف محمد صلاح بيتقدم وبيسجله وبياخد مصر لكأس العالم ليخرج يورجين كلوب بعده ويقول ربما علينا أن نجعل صلاح هو اللاعب اللي يسدد ركلات الجزاء بفريقنا لأنه هذا اللاعب اللي عمل هذا الموقف التاريخي العاطفي لاعب قوة الذهنية مختلفة تماما وربما تكون تلك المباراة خلت كلوب بيراهن ويبني أكثر وأكثر حول اللاعب صاحب القدر الذهنية الرهيبة محمد صلاح مباراة خلت كل مصر يعشق محمد صلاح بلا نقاش ويمشي وراه وين ما يروح مباراة خلت موقع بريتشار ريبرت العالم المشهور يكتب هذا اللاعب يسير وراه شعب كامل للعلم التاهل لكأس العالم ما كان هو المشكلة ولا ركلة الجزاء بس بس صارت تطلع تفاصيل أكثر الناس تنتبهلها الفريق سجل ثمان أهداف سجل منهم صلاح خمسة وصنع اتنين سبع أهداف والهدف الثامن أصلا صلاح ما كان موجود في تلك المباراة أمام غانا فالجميع رأى أن هذا المنتخب هو منتخب بيحمل محمد صلاح على أكتافه ففي اللي بربول صارت النظرة له مختلفة في الشعب المصري صارت النظرة له مختلفة ومؤمنة بشكل مطلق فيه وحتى الشعب العربي كله احتفل في تلك الليلة واحتفل بقوة صلاح الذهنية وفي دور الثمانية من دور أبطال أوروبا 2017-2018 جاءت المباراة الرابعة ممكن البعض يقولي لا لا استنى ما هو جاب دور الأبطال السنة البعدها مش هحكي عن ولا مباراة من مباريات الفوز دور الأبطال هتكلم عن مباراة دور الثمانية ليبربول مان سيتي المباراة في أنفلد جحيم أنفلد يومها في تاريخ 4 أبريل سجل صلاح هدف وصنع هدف وتعرض للإصابة وخرج بالدقيقة 52 تقريبا وكانت النتيجة 3-0 يومها محمد صلاح حطم فريق بيبي جوارديولا يومها حطم فريق مانشستر سيتي بوضوح اللي كان عم بفوز بالدوري الإنجليزي وقتها ليبربود نفسه اتغيرت ثقته بنفسه في أوروبا صلاح اتغير ورح لمستوى أكثر ثقة بنفسه النظرة العالمية كلها تغيرت لا صلاح وأيضا تلك المباراة خدمة صلاح رغم أنها بدور الأبطال يفوز بأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي بذلك الموسم بعد منافسة شديدة معكي من ديبروين لوقت تلك المباراة كانت الناس تميل أنه البفوز بالدوري تعطوه جائزة صلاح ما فاز بالدوري بس أخذ جائزة أفضل لاعب في دوري الإنجليزي ووصل لما كانه قبل ثلاث سنين بس كان عم بينعارلة في يورنتينا وبعد ثلاث سنين كان أفضل لاعب في أصعب دوري في العالم برمري ميرلين تلك المباراة خلقت في قتل فربول بنفسه الأوروبية والمحلية وخلقت صلاح المرعب الوحش اللي كلما لمس الكرة دائما هناك أمل بأنه يعمل شئ مشت أمور صلاح روعة من يوم مباراة مانشستر سيتي لأيامنا هذه تقريبا حتى جاء موسم 21-22 يعني موسمنا الحالي مانشستر يونايتد بواجه ليفربول في أمل كبير أنه سولشاير ينقض مسيرته لكن صلاح قال له للأسف هذا العرض غير متوفر حاليا هاتريك في أولد ترافورد هاتريك تاريخي أمام كريستيانو رونالدو العملاق والأسطورة وبيهز مسيرة سولشاير اللي كان لازم ينقل ليلتها لو لما ادخل في ريكسون وقالهم بس أعطوه أكمل مباراة حرام أعطوه فرصته وياريتهم ما أعطوه فرصته لأنهم نعرف شو صار بعد ذلك وكيف انتهت مسيرة سولشاير بس في تاريخ 24 أكتوبر 21 في تاريخ تلك المواجهة الشهيرة صلاح أصبح في نظر كثير ناس أفضل لاعب في العالم أصبح على عرش كرة القدم العالمية بالنسبة لكثير ناس بعدها اتجرأ كثير ناس يطلع يقولوا هذا أفضل لاعب في العالم أعطوه الكرة الذهابية يا أخي بلا ما نضحك على بعض وبعض من الناس هارتقول ما بصير تقارن مسيرة ميسي بموسم صلاح قارن موسم بموسم وتكلموا الناس بأس أريحية أكثر وصراحة أكثر هذا بلعب بأقوى دوري في العالم بأصعب دوري في العالم هذا عامل كذا لليفربول ألغى عقدة تاريخية لليفربول جاب الدور ده ما نحكي بالمسيرة جاب دور الأبطال لليفربول بتتكلموا عن اللاعب لليفربول تكتيكيا بالهجوم مرتكز بشكل أساسي عليه العالم تجرأت تحكي وأنا منهم أنه صلاح أفضل لاعب في العالم بهذه الفترة فم نتكلم عن خمس مباريات تدرجت بصلاح مباراة بازي لتشيلسي تدرجت بصلاح أنه بيستهل يلعب الدوريات الكبرى مباراة فيورنتينا أثبتت أنه بيقدر يمثل فرق أكبر من فيورنتينا مباراة مصر أثبتت قديش هذا بتقدر تحمل عليه وتقدر تعتمد عليه في المواقف الصعبة مباراة مانشستر سيتي أثبتت قديش صلاح جاهز ذهنيا لأصعب المباريات وليفربول جاهز أوروبيا نفوز بدور الأبطال السنة اللي بعدها كما أنه مباراة مانسيتي أخذت صلاح ليراء أنه أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي ثم جاءت مباراة من يونايتد ليراهي الناس أو بعض الناس أفضل لاعب في العالم تدرج عظيم في مسيرة رائعة هل لن تنسى ولن نتوقف عن روايتها طول ما إحنا عايشين إن شاء الله بنوصل هنا لنهاية هذه الحلقة كنت معكم أنا محمد عوان موجود فيسبوك تويتر وإنستجرام وضروري جدا نتابعنا على سيرفيس بورت في اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله